هي التصرحات بأمانة إيجابية وجميلة والرجل بيتكلم عن النادي الأهلي بكل فخر ومبسوط أنه يلعب مع النادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا وحامل اللقب ولكن قبل المرشوات اللي زي دي بقى لأنا من التصرحات اللي زي دي يعني فيه كده نوعية من التصرحات عارف أنت إيه بيحاول يديك قاقمتك ومكانتك وينييمك كده تنوين مغراطيس عشان تنزل الملعب تلاقي فريق نازل عايز يكسب فأتمنى تكون تصرحات في صياق فعلا التاريخ والمكانة والشعبية والجمهارية مظبوطة لكن في الملعب بقى يعني بنفس القدر والمكانة كده الأهلي بإذن الله يقدر ينزل ويكسب بنتيجة كبيرة لكن بأمانة الراجل بيتكلم كلام كويس جدا وبيتكلم على المنافسة وهو كمان عارف إمكانياته وقدراته وهو فين من المنافسة مع الأهلي وأورلاندو بيرتس لكن بالمناسبة المجموعة صعبة جدا شباب بالوزداد الجزائري منافس قوي جدا أورلاندو بيرتس عامل نتاج كويسة قوي في دور جنوب إفريقيا ومنافس قوي لما موليدي سانداونز فالانطلاق مهم المباريات دي أنا بقى شبهها كده وكانها مباريات كووس ما تعملش حساب لفرقة استاد أبيتجان فريق لسه حديث العهد مثلا بدور الأبطال أسك مموزة هو الإسم والتاريخ وكل حاجة مدرب صغير في السن كل الحاجات دي بخطها على جنب كده وهي على الوراء لكن في الملعب إن شاء الله بإذن الله نادي الأهل يكون قادر على الانتصار وتحقيق أول ثلاث نقاط في دوري المجموعات الجروب إستيج ولكن كنظرنا هنا في برنامج التريند وزي ما قلت لحضراتكم هنلف في قارة إفريقيا ونطلع على سويسرا ونشوف الفيفا كل الأخبار والكواليس وحتى اللقاءات هتكون معنا هنا عبر شاشة قناة الأهل شكرا